نبدأ بالانتفاخ بالانتفاخ مفيش مصري ما عندوش انتفاخ اي الانتفاخ الانتفاخ بتعريفه كده وجود غاز كمية اكبر من الطبيعي في الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي مكون من ثلاث اجزاء اي غاز في الثلاث اجزاء دول يعتبر انتفاخ المعدة دي قصة لوحدها الامعاء الضقيقة دي قصة لوحدها الامعاء الغاليزية دي قصة لوحدها ادي الثلاث اجزاء يعني كلمة انتفاخ لازم الدكتور او المريض يعرف الغاز ده فين عشان نقدر نعلم تاخد دول علاج بتاعه طبعا كل مكان من دول له علاجه اللي ضيع الغاز اختلف تماما لو كان الغاز في المعدة المعدة الاول حية اول حتة اللي فوق دي معظم او كل الاسباب اللي تعمل انتفاخ نتيجة غاز في المعدة معظمها حالات فيسيولوجية مش مرضية معظمها تمام نفسية يعني؟ نفسية اه فيسيولوجية بلاش نفسية مثل التدخين يعني مش مرضية عكس مرضية طيب طيب اللي بيشتب سجارة بيبلع هوا تمام هتقولي هو بيدخل في الرئة عشان يضر نفسه غصبا عنه بيبلع هوا فيفضل هوا يتجمع في المعدة بلوش لازمة هوا موجود لا مش كده بقى شو بحرك الاجمل عشان كايا ما بيكلش اه صحيح المعدة محتلة بالغاز كل اللي بطلوا تدخين يدخن يدخن على طول ويقولك اصلا التدخين كان ساد نفسي لا هو عامل غاز في المعدة زي اللي حاطت بلونة في معدك المعدة مليانة مليانة هوا فشبعان وفكرة بلونة في المعدة تديك احساس الشبعة بالزبط وده اتكلمنا عليه في حلقة احرارك لو فاتر احنا بنشبع بقاني طريقة بالزبط هو كان كلام مهم جدا او مريض بيبلع هوا وهو بيتكلم زي العصبي العصبي الزيادة ده اللي هو بيتكلم من غير ما يحس يبلح هوا بتلاقيه عنده انتفاخ بعد محاضرة او بعد حلقة او بعد اخناء او بعد اخناء بعد اي توطر ينفعل فيه ياخد له شوتا وتنفق وبعدين في عادة سيئة جدا الناس بتحبها جدا ما عرفش اللي يقولك يا سلام ما عرفش هيكل اللي هو معاي ازازة مياه غزية هذي عادة سيئة جدا لانه بيملى المعدة غاز يبقى غاز طبيعي بيخش يقولك لا ألاق شوف بقى أدمي يعني هو بيدخله تمام يعني لا شوف البواخة بقى يقولك أصلا ما بعرفش أتكرع طب وحد قال لك أتكرع يعني ها صحيح ها يقولك أصلا عشان المياه الغازية بتعمل كده لما تكرع ما دي بقى بواخة يعني كلها معظمها يعني المياه الغازية بشكل عام بتجيب بالغازات تجيب غازات لازم المياه الغازية فما بالك أنت بتاكل ايه بقى أشمعنا وإثناء الأكل يبقى يعني معدة بتتميلي معدة بتتميلي غازات فبتحط الأكل بلس الغازات حتى تبقى مشكلها دول معظم هم بيقولك انتفاخ في أعلى طب بالمناسبة دكتور شرب الماء مع الأكل شرب الماء قبل الأكل في روس الأكل نص كباية مستحبة مستحبة بتساعد على الهضب في روس الماء إنما أكتر من كده مش مستحبة في ناس تشرب المياه قبل الأكل بشوي عشان تشبع ينشع برجو طبعا طبعا تمام المية ويسقى طبعا دول بقى الي بينتفخهم المعدة بتلاقي أنتفخهم في أعلى البط يعنيي بقى خلص في المعدة هذه المرحلة الأولى بتتنفس لما بتتعصب ثموكا بتشرب أه بتشرب سجاير بتشرب كازوزة بتشرب كازوزة حالبقى كازوزة دي بتشرب بسرعة على فكرة بتشرب بسرعة تاخد هوا وانت بتشرب. بنتي صغيرة. فتقول لي يعني ايه كزيزة دي يا بابا اصحيح. ايه كزيزة دي اه. 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 فعندنا بقى الدم اه ده مهم كدا جدا مع نظام حاجات. او اللي مسلا بيأكل بسرعة. اللي بيأكل بسرعة غالبا ما بيمدخش. غالبا. طبعا ما بيأكل بسرعة. مين يا ساز محمود. اه. اخترع الرزع الملوخية. اه. المصريين. عشان نزلط. عشان يزلط. اه. مين بيمدخ مكرونا. محدش. اه. الكشري انا بحب بخش محل كشري. اشوف الناس بتاكو بتمضغ ولا لأ. اه. لقيت واحد في المية. اه. البقى يحط المعلقة وراها. عايز يملى بطلة. مع ان الهب يبدأ في الفم. اه. تاني. الهب يبدأ في الفم. اه. اللي بيبلع من غير ما يمضو دي كارثة. ودي بقى مناسبة نقف شوية عندها حكاية المضغي دي. اه. المهم. لانها فيها فوايد ما لهاش حصر. طبعا. نسمع عامل حضرتك. اه. المضغة حضرتك بيتخلي اولا بتكسر الاكل. بتكسر الاكل. المعدة ما فيها السنين. اه. فمش هتكسر الاكل. هتهضم. الحضب ما هيخده وقته اطول. طبعا. لما تجيب اه حاجة تفرمها. لما تنزل حدة لحمة فيها لما تنزل قطع صغيرة. قطع صغيرة. مفرومة. 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 فدي مهمة جدا. حتى في حديث جميل جدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا. طبعا. جميل جدا. يقول لك تحدثوا على الطعام ولو بسعر السلاح. مم. يعني السيف ده انا جبتوا بنيت جنيه يوم يرد عليك ولك ده غالي ده بحك عليك. اه وانت بتاكل. وانت بتاكل. اه. الغرب كلهم كده. كل الغرب كده. ما يعود ياكلوا يبقى فيها ساعة. عشان كمان ده كمان ما بيتخنش. بتاكل قليل. تاكل قليل. لانك بتطبق بتتعب من كدر ما بتطبق يعني فبتبقى تبقى. كان ليا صديق جده كان يعادهم يقول لهم حط المعلقة ببقىك. ما تبلعش لما اقول لانا. يعد واحد. اتنين. يقول عشرة ابلع. والعيالي تعودوا على جدا. مم. من هو طفل جدهم. مم. فكتما اروح ويعملوا عاجة اقول لهم متشكر جدا. انا. اش عايزة ابلع بالامر دي. بعمل بالنسان على ما تعود. لو كلهم بتلاقي حراك اه رشاق. اه. طبعا. تمام. فالمعدة. الجزء الاول اللي بيعودنا فيها اجزاء كتير. اللي بيأكل بسرعة. اللي بياخد مياه غزية. اللي بيشرب سجاير. العصى بيه. بيتكلم بسرعة. فبيبلع هو وبيتكلم. الامعاء. دي خلاص خلاص. نحن نزلنا عنيحة تانية. الامعاء الدقيقة بقى. اه. دي لو جي فيها هوا تبقى كارثة. لانها مؤلمة جدا. مؤلمة. جدا. ده بقى الانتفاق اللي بشتك منه كل الناس. لا. مش ده. لا مش ده. اللي تحته خلاص. وجود هوا في الامعاء دقيقة يكاد يكون مستحيل. ولازم تقول لي اساس محمود دلوقتي سبحان الله. سبحان الله. لو اتوجد هوا في الامعاء الدقيقة مؤلمة جدا. اهم ربنا عملها ازاي. تلات حاجات. نمرة واحد ميلة. اه. لا يمكن يجمع فيها هوا. عظيمش. هيطلع ينزل. اه. لما حرك تمسك حاجة فيها طبعا بتنزل. ميزان مية. ميزان مية تعمله كده يطلع ينزل. فهي ميلة. حركتها شديدة جدا. تحرك على طول. ما تسيبش هوا جوا. اهم. وكمية الدم اللي فيها كمية عالية جدا تشفط الهوا بسرعة اهم. يبقى الامعاء ده خي في تلات صفات خلت الانسان ما يتلمش هوا فيه. لان الاكل جايز يتخمر. لكن ما يحطش غاز فيه. لانه مؤلم جدا. لانه محصنة. اه محصنة ضد الانتفاع. مات هيدخل فيها الهوا بقى. حالات جراحية شلل. شلل الامعاء. اه. يجي فيها هوا تبهي تنفخ وتبقى حاجة كيرس. اه. انما احنا عايشين كده مفيش هوا. طب خلاص لما دي براء. اتشطبت. نخش في الغليزة بقى. هي دي بقى. اللي هو القولون. هم. هي دي. عشان نحط الغاز في الامعاء الغليزة تلات احتمالات. تمام. يما بيتعمل كتير. انتاج عالي من الغاز. يا اما ما بيخرجش. يا اما لا يمتص. الهوا بيمتص. هم. الهوا بيمتص في الدم. هم. ويطلع عن طريق الرئة. هم. دول التلاتة اللي يخلوا فاس كتير في القولون. اما ما بيخرجش. اما لا يخرج واما لا. يتعمل كتير. ويتعمل كتير. او لا يمتص. لا يمتص. بص عالك بقى روعت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اللي هو بقى العلم جاي له من السماء. طبعا طبعا. يقال لك ما تكلش بصل يوم الجمعة. هتأذي هتأذي المصلين. هم. الواحد يقول لي طبعا يعني حاكوا البصل اخد لباني بعديه. هم. اقول لي متأسف. دا البصل بيخش في القولون يوم طس ويطلع عن طريق النفس. النفسك. النفسك. نشبوء اك ريحت وبصل. اه. دا نفسك اللي ريحت وبصل. فده اه قال لهم يبقى نسمع الكلام يعني. اه. طب ناخد التلات احتمالات. الاحتمال الاول ما بيخرجش. قولون العصبي. متقلص دايما. متوتر. اه. فالغاز محبوس جوه. فالعيان منفخ جدا جدا. وما فيش حاجة غير ان هو عصبي. يبقى العصبي اتنفخ مرتين. مرة في معدته. انه يبلع هوا. ومرة مش عارف يخرجي الغاز. عشان كده لما بيجي واحد بياخد ادوية للقولون كتيرة جدا. بقول له بالزبط كده انا وانت قاعدين في القوضة هو. ولقينا مية دخلة من تحت الباب. مين اللي ما بيفهمش. ومين اللي بيفهم. يسكت كده شوية. اقول له انه بيفهمش. اللي هو منشفها. اه. لقت منع المية. بالزبط. اه. اللي بيفهم يفتح الباب. شوف ايه حاجة. اه. سيادتك اللي بادوية اللي بتاخدها انت بتنشف مية. بس. اه. ما عرفتش اصل الموضوع. اصل الموضوع هنا. انت متوتر. والقولون ماسك كده لانك متوتر. اه. فده لو صلحت هيدا التوتر خلاص. انما تفطل الادوية اللي وفحب. واش عارف ايه. والهضب ده انا انا بنشف مية. ما نعمش حاجة. طب احنا بنكلم ايه اللي بيونتك بقى دي. اللي بيونتك بقى لو حرك عندك بكتيريا مختلفة. وكلمة مختلفة نحط اعطيها تلات الاف خط. تقول لي هو في بكتيريا اساسية. اقول لك طبعا. كل انسان عنده البكتيريا بتاعته. بتاعت بلده. بتاعت مصر. بلده اه. بتاعت بيئته. بتاع البيئة. فدي متعايش انت معاه. تمام. ما تعملش اي حاجة ولا تعمل الغازات ولا اي حاجة. سافرت برة خدت بكتيريا نوع تاني. يا تسهلني يا تنفخني. يا تخليني عايز اترجع. ارجع. لان خدت نوع تاني. والاتنين حميدة. اه. ما بتكلمش على بكتيريا تايفودية ولا اي حاجة بالعكس. انا بتكلم على حاجة حميدة. بس تغيرت الفلورة بتاعتها. انا ما عرفش السبب. ما اخدش بالي. اه. انا وشافرت بتتعب. بس ما باخدش بالي السبب. اه. بزرر. ايوة. اه. او تقول الاكل مش كواس. لا. الاكل من نظيف وكل حاجة. بس البكتيريا تغيرت. او عندك اميبة. او عندك اي طفيل. بيفرز عجل. بيفرز غاز. ما هو بياكل وبيتنفس ويطلع زينا. اه. بتتلاقي الغاز طلع ده علاجه سهل جدا لما نموت. اه. التفيل. اه. التالتة بقى دي مهمة جدا. اللي هي لا يمتص. لا يمتص. انا بمتص الغاز. من القولون باوعية دموية جوه القولون. اللي هو الامعاء الغليزة. اللي هي الامعاء الغليزة. اه. لو الضغط علي في الوعاء الدموي ده ما يخدش غاز. يسيبو. يسيبو فيه بقى? في الامعاء. اه. في القولون. في القولون. انا عندي اهو ده وعاء دموي. كمان. بيشفط الغاز يدخلو وطلعو من الرئة. ماشي. كمان. طب ده من اليه الدم ومحتقن. اه. مش هيصفت. بص عددك بقى. اه. تلايف الكبت. وارتفاع الضغط البابي. الناس اللي عندها تلايف تلايف بطمات نفخت. واحد يعتقدم استسق. اه. اه. ده قبل الاستسق. بتتنفخ. منفوخ جدا. مش عارف يمصر الغاز. هبوط الجهة اليمنى من القلب. يعني سخيل حارتك واحد راح يشتكي من انتفاخ وهو عنده هبوط في القلب ولا يكتشف. مش عارف. اه. واحد راح يشتكي من الانتفاخ يتقلو قولون وهو تلايف كبد. فده مشكلة كبيرة جدا جدا. فالانتفاخ في مصر اي نعم. كتير جدا جدا. والوحشين قليلين. بس الوحشين بيروحوا في الرجلين. صحيح. صحيح. طب اه. دلوقتي هزي مخاوف. مخاوف. وهزي الاعراض. كل واحد عنده انتفاخ ياخده الامور بجدية شوي. اه تمام. بجدية. تمام. هو جايز اه مدخن. وجايز بياخد مياه غزية. وجايز عنده طولون عصبي. ما بيخرجش الغاز. وجايز عنده شوية اميبة. لكن جايز عنده بوط في القلب. جايز عنده اه. حلايه في كبد. اه. طيب. اه. بيسمعون الناس بيشوفونا دلوقتي ممكن يكون عندهم هزي المشاكل. اه. وراح للدكتور ايضا عندك انتفاخ خد بتاع كذا بيحصل كده. اه كتير. كتير. طب هو يعمل ايه? اه لو مارتحش بظرف قليل جدا. ايوه. ايه يشوف دكتور غيره. طيب الحبوب اللي هي الفحم والحاجات دي. هل دي عناصر مساعدة؟ مننشف مياه. اه ومنعليكش. منعليكش الاصل. ام. مياه نزلة من تحت الباب واحدام ينشفها. لكن ما قفلش الحنفية. تمام. يبقى في اه اه تلت حاجات والدكتور شرح ب بوضوح. انه الانسان لو عنده مشاكل ديت. دكتور ماروشي مامشيتش الحكاية يروح لحد تاني. اه طبعا طبعا.